أهليات جديدة للتضامن بين بلديات الوطن لتعزيز التنمية المحلية وترقية الدور الاقتصادي لها ومعالجة مختلف مشاكل المواطنين مع إبعاد سلطة الضائرة والولاية عن البلدية أرى بأن في مدخلاته لا بد من إدخال قانون مادة إجبارية لتجبر البلديات الغنية بالشراكة أو التضامن مع بلديات فقيرة من أجل تنمية ميزانيتها من أجل تزويدها بموارد مالية من أجل تسيير أحسن وتسيير متوازن بالنسبة للتنمية المحلية أرى بأنه لا بد من إدخال هذه المادة وبقوة والتنصيص لها حتى تكون تنمية عادلة على مستوى البلديات الغنية والبلديات الفقيرة وكالة للتضامن والتنمية المحلية لدعم البلديات الفقيرة بعيدا عن البيروقراطية التي كبحت سابقا مختلف مسارات التنمية المحلية وبما أن المشرع الجزائري يسعى ليزاد ولايات جديدة وبلديات جديدة أرى بأن الأمر يشتد صعوبة كلما زادت البلديات زاد العبء على المسير في البلدية فأرى بأنه لا بد من إعطاء أولوية لهذا البند هو بند التضامن بين البلديات الفقيرة والبلديات الغنية مخطط إقليمي جديد تتجه السلطات لتطبيقه مع إلغاء هيكل الضائرة للدفع بالتنمية وبعث المشاريع الاستثمارية محليا